موسيقى مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم في ناس في البلد دي ربنا يسمحهم يعني على اللي بيعملوهم ويجازيهم على قد نيوتيوب زي ما بنقول مش عارفين الناس دي يعني مش عارفين ان احنا صايمين مش مؤدرين الشهر الكريم اللي بنعيشه ده بيعملوا حاجات يا اخي تخرجك عن شعورك ولما هم بيعملوا الحاجات دي الجرائد بتضطر تنشرها ونلبس احنا فيها ككراء سواء في جورنان او في موقع او في التلفزيون نقرأ الخبر من دول وتلاقي صيامك بيتسرسب من ايدك من هنا تعرفش ازاي يعني عشان كده انا اقول توفر عليك التعب ده كله وشاركك في جهاد الحفاظ على صيامك ولملك شوية الاخبار اللي انت بتهرب منهم الصبح والنقشهم مع بعض النهاردة بعض الفطار بحيث يعني حضرتك او حضرتك تعمل اللي انت عاوزه من غير ما تخاف على صيامك انه يضيع الاخبار دي خلينا نحطها تحت عنوان اخبار الصدمة الحاجات اللي تصدمك اللي تتخيل انه احنا وصلنا لمرحلة ما نفعش نشوف الاخبار دي تاني او ان احنا وصلنا لمرحلة المفروض واقفين كلنا ايد واحدة علشان نساعد البلد تطلع خطوة قدام بينما في ناس تانية ما عندهاش استعداد ابدا 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 تفكر في اللي ممكن تعملوا بقراراتها في مستقبل البلد دي او تعملوا برفضها ومواقفها في مستقبل البلد دي ومعنويات الناس اللي في بلد دي الخبر الاول من جارت الفجر بعنوان المحكمة تلغي قرار منع قيادات الحزب الوطني واعضاء لجنة السياسات من الترشح للبرلمان اللي جاي زي ما بقول لكم كده فتح سرور وزكريا عزمي ومفيد شهاب وامين المحافظة بتاعك اللي انت كنت شايفه فاسد وكنت شايفه بيسوق لنظام مبارك وباقي كل رجالة الحزب الوطن المحل دلوقتي بقى من حقهم يدخلوا البرلمان في الانتخابات اللي جاية عادي جدا بعد قرار محكمة مستقنى في القاهرة بإلغاء حكم محكمة الامور المستعجلة الكلام ده حصل بعد ما الحج توفيعه كاشا ونبيل لو أبابوي صاحب أشهر يفت النفاق في تاريخ مصر وطلعت القواص أحد أعضاء الحزب الوطني اتقدموا بالاستئناف على الحكم اللي فات الحكم ده زي ما بقول ترك يدي الحق لكل قيادات الحزب الوطني إن هي ترجع بما فيها قيادات أعضاء الأمانة العامة وأماناء المحافظات وغيرهم بدون أي تفرق هتقول لي وإي يعني؟ أقول لك مفيش مشاكل الحكم للناس في السنة دي أه طبعا هتقول لي أنت بتستخدم لغة الإقصاء أو لهجة الإقصاء ودي مش ديمقراطية هقول لك ماشي بس خليني برضو أقول لك إنه وإن كنت ممكن أتناقش معاك في الحدوثة دي خليني أقول لك إن الحكم ده من الأحكام اللي هتدخل البلد في معركة جانبية كده في معركة من معارك الحارات المزنوقة زي بتاعة محمد مرسي وتشغلنا شوية عن حاجات أهم وتشوه صورة للسلطة الحالية بدون أدنى داعي وبدون حاجة ملهاش لازم وبعيد يا أخي عن الحكم وبعيد عن كل حاجة الناس دي اللي هم بتوع الحزب الوطني استنفذوا مرات رسوبهم الطالب لما بيقعد في الكلية أربع سنين وربعه عض بيسقط بيقعدوا في بيتهم دول بقى قعدوا تلاتين سنة بيحكموا البلد دي وفشلوا في حكمها وفسدوا وأفسدوا فيها لدرجة أنها خليني على هواك إنت لدرجة إن شوية عيال لما خرجوا في خمسة وعشرية نير شلوهم والدولة بتاعتهم واعت في تمنتاشر يوم ليه بقى عاوز تدور لهم على منفذ للرجوع ليه عاوزين تعملونا دوشة بالقرار دي في ناس طبعا هتشوف إن الرجوع دي عادي لكن لما نقرأ مع بعض لشان برضو بقولوكم الأرشيف في الجرائد عظمة نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى لما نقرأ مع بعض الحاسيات بتاعة محكمة الأمور المستعجلة اللي نشرتها الصحف في الصحف في 6 مايو 2014 هنقرف ليه الحكم ده بيندرج تحت الأحكام الصادمة تعالى بس الأول نشوف الحاسيات كيف بتقول المحكمة بتقول وقتها إنه قررت محكمة الأمور المستعجلة منع قيادات الحزب الوطني المنحل أعضاء الشعب والشورى والمحليات ولجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة ليه بقى؟ بص الحاسيات بتاع القاضي اللي فهم يعني ايه؟ ظرف اجتماعي وفهم يعني ايه؟ سلطة ما ينفعش تتحط في حرج قالك إن دول ممنوعين لأنهم لعب ودور سياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ثلاث جرائم كل جريمة أكبر من التانية مش مهم بقى أنت تعتبرها جريمة فساد الناس تخش على أساسها السجن أو لا ولكن اعتبرها جريمة إفساد في البلد على مدار ثلاثين سنة المحكمة قالت كمان في حاسياتها أن حل الحزب الوطني جاء رضوخا للشعب وشدرت في حاسياتها على أنه لا يستقيم أن يسقط نظام دون أن تسقط أدواته هتقول لي يعني ايه عاوز تعزل الناس ده ما أنت دلوقتي بالطالب بعزل الإخوان المسلمين هتقول لي لا أصل الإخوان متواردين في دم هقولك ما دول متواردين في دم هتقول لي لا أبدا حزب الوطني plugins ديوج��ه دعوة ده بتاع سياسة هقولك ما فيه قرارات دلوقتي وفيه قضية دلوقتي انت فرحان بيها بحل الحرية والعدالة ومبسوط بيها جدا هتقول لي يا سلو دول عملي لحاك εيئات فاسدة هقولك ما دول عملي لحاك يظه ولا هو خيار وفقوس ومصالح شغالة الحاسيات العقلة جدا اللي اتنشرت في وقتها قالت انه كان فيه ترشيح قيادات الحزب الوطني المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلس الشورى الحاسيات دي يا جماعة عقلة جدا وعرفة الوضع اللي احنا عايشينه جدا وحاسة به قالك ان الناس دي لو دخلوا الانتخابات الحاسيات بتقول كده اللي جاية ده هيصير ضغينة الشعب المصري او جوزء كبير من الشعب المصري اللي شافي الناس دي بعينين وهي بتسرق وبتفسد وفشلة بحكم البلد وبحيث ان مصر رايح على عهد جديد والشعب بيتطلع فيه بعد صورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد اللي سيطر على النظامين السابقين اللي هو مبارك ومرسي ومن ثم فان المحكمة رأت انه من الاقدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعه وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها وركز هنا والابتعاد بها عن اي خطر يحضق بها بسبب ترشح قائلات الحزب الوطني وعضاء مجلسات الشعب والشهورة وعضاء لجنة السياسات ده نقوص خطر لابد من الاستجابة اليه لان القلق مرفق بعودة رجال حزب الوطن ده حكم محكمة فاهم الشارع راح فين او فاهم ايه اللي ممكن ينغس على البلد دائشتها اللي هو مش على شنرد تلاتة اربعة فاشلين حتى على المستوى السياسي ما عندهمش امارة يصيرك من جانب الجرائم التانية اللي هي الفساد المالي او الفساد الاداري او نواب القرود او نواب المخدرات او كلام الكبير ده كله لا بكلامك حتى على مستوى الفشل لو حكم تلاتين سنة عملش حاجة في البلد لكن عودته هتثير بقى الكلام بقى السخيف بتاعه ان وجوه الحزب الوطني تعود ان الثورة المضادة تعود ان السلطة الحالية ترهن مستقبلها بالحزب الوطني وكل الكلام ده ده بليه بنفتح لنفسنا الباب ده ليه المصممين ان احنا نقدم نفسنا في مقابل ان الناس تانية ما عملتش اي حاجة للبلد غير الفساد تطلع وترجع تاني حاسيات مايو 2014 عظيمة وتستحق القراءة وعلى الناس بقى اللي بيلعبوا السياسة او الناس اللي في القضاء او الناس اللي في اي مكان موجود في البلد دي ان يعود لهذه الحاسيات لانه صدقوني اللي تقال في الحاسيات دي هيحصل الخبر التاني قريب من فكرة عودة الحزب الوطني او رجال الحزب الوطني للبرلماني صادم لانه بيعبر عن الخيبة الاوية بتاعة الحزاب المدنية المصرية اللي بالمناسبة الناس بتقول الحزب الوطني دي اللي هتفتح لهم الباب هيكسبوا لحدوتها وقلاقي نفس الوشوش ونفس الصور ونفس الوجوه عندهم حرفانة بقى في اللعب والتزوير والتاريخ الطويل بتاعة 30 سنة لكن الخبر ده صادم لانه من زمن حسن مبارك وحنا حتى دلوقتي الاحزاب دي مش عارفين يعملوا حاجة في زمن مبارك الاحزاب المدنية دي كان بتعلق فشلها على امن الدولة يقول لك احنا نعمل ايه امن الدولة بالدخل في كل حاجة بعد الثورة بقوا يعلقوا وفشلهم على فكرة انه فيه ناس بتجربة الدين والسكر والزيت ومش عارفين يعمل معهم حاجة ماشي قد راحوا تجار الدين راحوا ماشيوا استخبوا هربوا بره البلد بقوا ارهابيين بقوا في السجون دلوقتي بيعملوا ايه بيعلقوا فشلهم على اطماع بعض بقالنا شهر او تحديدا 45 يوم منذ اعلن السيد عمرو موسى عن وثيقة التحالف المدني وكل يوم بنسمع خبر عكسي تاني تحالفات بتموت قبل ما تتولد وثيقة طلعت لتحالف انهار وتشكل غيره 3 وبينهار وفيه اخر محاولات اخر محاولات دلوقتي بتدور لانقاذ هذا التحالف محدش بقى في الاحزاب دي كلها اللي التحالفات بداعتها ببوز عاوز يعترف ان هما مش عارفين يحققوا احلام الناس ولا ان اداءهم حتى في التعاون ده عارف يتساوا مع طموح الناس ومحدش من الاحزاب والقوة السياسية دي فاكر انه قالوا لهم اتحدوا او موتوا ما اتحدوش ماتوا محدش عاوز تعلم الدرس بتاع ابو الفتوح وحمدين صباحي مكملين في جارة الوطن الدكتور عماد جاد بيقولك انه احنا نرفضين شروط الوفد علشان ينضم للتحالف وان سيد البدوي يريد المحاصصة وليس الكفاءة ركز بقى هو بيقول انه وثقة التحالف الانتخابي بتاع الاحزاب المدنية اللي بيرترقصوا عمرو موسى كلام ده قالوا في حوار او تصريحات للوطن ستنصوا على ضرورة التزام الاحزاب بدعوة او بخارطة الطريق وكفة الامور اللي تم الاتفاق عليها في ثلاثة يولي لكن في نفس الوقت هو شايف ان حزب الوفد عنده مشكلة كبيرة جدا لانه الدكتور سيد البدوي او الجماعة اللي موجودين في حزب الوفد على حسب او على اوهد الدكتور عماد جاد عاوزين يتعاملوا مع مقاعد البرلمان بالحصة اللي هو انا حزب الوفد الكبير العريق اياخد ناس كتير بينما هم في الاول اتفقوا مع بداية اعلان التحالف انه هيتم اختيار الناس لمقاعدها وفقا للكفاءة وقال عماد جاد انه لن نقبل بشروط حزب الوفد لان حزب الوفد زي ما قلتلك ورفض في الاجتماع الاخير اللي كان المفروض يطلعوا بعض ويعلون التحالف انه يلجأ لموضوع الكفاءة ده وان الموضوع هيمشي بالمحاصصة يعني كل حزب يبقى ليه ايه حصة كده على حسب بقى تاريخه وفلوسه اللي هيدفعها ناسه وجوده نفوزه يعني ترطاية مش انتخابات ولا ديمقراطية ولا كلام كبير ترطاية وعاوزين كل واحد يقسمها بحسب مصلحته هو مش مصلحت التحالف وافكركم يوم ما السيد عمرو موسى اعلن الوثيقة قلني هنا في المكان ده ان الوثيقة دي والتحالفات اللي هتنتج عنها هتموت لانه هم عودون على كده هم قالولنا انه احنا كويسين واحنا بنتفع على الخط العريب اول ما نخش في التفاصيل بقى بتاعه طب انت بالبلد كده نايبك كام ونيبك كام نصيبك كام ونصيبك كام اول ما نسأل بقى على فكرة الغنائم اول ما نبدأ توزيع الغنائم هتلاقي الخنائات تخيل بقى هم بيوزعوا الغنائم من قبل اصلا ما يتم الاعلان على الانتخابات او امتى انتخابات او هتدوري ازاي او ايه اللي هيحصل فيها فما باعلك كل هذه التحالفات اللي بيتكلمنا دلوقتي باسم الوطن والوطنية لما يتم بقى او ندخل في المعمع الحقيقية صدقني هتلاقي كل واحد يوم بيحارف في حتة لوحده وهتلاقي صور في البرلمان غريبة من بتاعة القرار بتاع المحكمة اللي تلغى ده الخبر الصادم التالت هو نوع من الاخبار ان انا اسف يعني في اللفظ اللي بقى لما تقراه تبقى عرفان وعاوز ترجع بعملك صدمة انسانية كده واخلاقية حاجة تثيرش مئزازك الى اخر مدى حاجة تخليك تشك في اخلاق البنى ادمين وقيامهم في الفترة اللي احنا عايشين فيها ده موقع صاد البلد طلع علينا واحد كده اسمه شادي طلعت ده مدير منظمة المحامين للدراسات الدولية والقانونية بص بقى الاستاذ بيقولك ايه قالك ان تحركات اسرائيل دفاع شارع عن نفسها عشنا وشفنا في مصر ناس بقى عندها شالت برقع الحياة وبتطلع في الجرائد وعندها الساعة لطلع في التينفيزيونات تقول ان اسرائيل اللي اسرائيل بتعمله ده دفاع شارع عنها وبرضو عشنا وشفنا ان صحف اسرائيل النهاردة للأسف الشديد جدا واخده فيديوهات واخده حتت من مقالات لبعض الكتاب والاعلامين في مصر اللي كانوا بيشتموا فيها حماس علشان تدلل ان القاهرة هي كمان يعني موافقة على دار بغازة الاستاذ بتاع معحد القانون الدولي ده ولا المنظمة القانون الدولي بيقول ان القانون الدولي قال لي صدر بلد كده يعني ان القانون الدولي بيعطي الاسرائيل حق الدفاع الشارعي عن نفسها لما تتعرض لأي خطر وقال بقى الاستاذ الجهبز ان هناك تصعيد للموقف من جانب حركة حماس وان استمرار القصف بالصواريخ هو الامر اللي خلى اسرائيل يعيني تقوم بالهجوم على قطاع غزة وما منمش دعوة وانه حماس هي لستدرجة العدو السهيوني وبص بقى الراجل مش بقى يقولك ده يعني يجي في الاخر كده يكحلها لأ استمر في عملية الكوء بتاعته وقال لك انه على حركة حماس والافراد الذين يقومون بالتصعيد ان هم يكفوا عن اللي بيعملوه علشان خاطر دم الشعب الفلسطيني طب واسرائيل حضرتك ما ينفعش تكف عنها بتعمله؟ ما ينفعش تناشد اسرائيل انها تكف برضو؟ الكلام ده موجود في مصر يا جماعة واحد مصري اللي بقولي الكلام ده اللي بقولي ان اسرائيل لما بتضرب حماس بكل هذا العنف علشان شيء احنا مش عارفينه او علشان سابه غير واضح يبقى دفاع شارع عن نفس الله هو اعلم بقى اذا كان يقولي الكلام ده لما اسرائيل تكف تضرب هنا ولا لا بس الاخ ده تحديدا غير بقى كل الناس تانيين الناس تانيين عندهم مشكلة في التفريق ما بين حماس واهل غزة او الناس اللي عاش في القطاع ده بقى متجاوز الموضوع اوه شايف ان الموضوع كل حتة واحدة يعني اسرائيل بتدفع عن نفسها بوركت منارجو هنم الخبر الرابع ده بقى مش بس هيستمك ده هيخوفك على طبيعة سير العمل داخل الدولة الحكومة المصر اليوم نشر التقرير بعنوان محلب اللي احنا قلنا علي امبارح الرئيس الوزراء قال انه بعد 45 يوم هيكون في حل لازمة الكهرباء الجليد بقى على اللي اتنشر امبارح ايه؟ ان وزارة الكهرباء طلقها التصريح بتقول فيه لا نعرف على اي اساس يستند رئيس الحكومة الى هذه التصريحات مرة تانية رئيس الحكومة قال امامنا 45 يوم وهنحاول نحل او نحط جدول لحل ازمة الكهرباء جميل وزارة الكهرباء نحن لا نعرف على اي شيء استند رئيس الحكومة الى هذا التصريح جميل مين بيتكلم مين بقى في الحكومة دي؟ ايه التضارب ده؟ الناس دي ما بتشتغلش ببيت واحد ليه ولا في قضة واحدة؟ الناس دي ما بتكلمش بعض في التليفون ليه؟ الناس دي مش عارفين ان هم لما يطلقوا يقولوا تصريحات عكس بعض ده بيخل الحكومة شكلها وحش واحنا بنفقد ثقاطنا فيها واحنا مش عاوزين نفقد ثقاطنا في حد الحمد الله ولا حقيقة يعني مش مستحملين؟ مهندس فريم محل بقى المبارح زي ما عرضنا لكم فيه من الوقسر انه احنا بعد 45 يوم هنعمل هنكون سعينا لإنهاء أزمة الكهرباء لاننا هنضيف 1880 ميجا واط من المحطات اللي هتدخل للخدمة جديد وده الجميل جدا اللي احنا قلناه بارح ورغم انه برضه قلنا يعني هنكون دخلنا على الشتاء والدنيا كويسة لكن مش مشكلة المشكلة ان الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم الوزارة باسم وزارة الكهرباء قال للمصر اليوم انه انا معرفش رئيس الوزراء جاب الكلام ده منين؟ او خلينا اقول نص كلامه انا لا اعلم الى ماذا استند رئيس مجلس الوزراء في تحديد 45 يوم لحل أزمة الكهرباء وقال كمان ممكن يكون عند المجلس آلية لذلك استوب بقى اوقف يعني ايه عند المجلس آلية لذلك؟ وهو المجلس عشان يحل أزمة الكهرباء ممكن يكون عنده خطة غير الموجودة عند وزارة الكهرباء انا مجيبش حاجة من عندي الكلام ده قاله رئيس الوزراء وبيرد عليه المتحدث باسم وزارة الكهرباء ان هو بيقول ما اعرفش الوزير قال التصريحات دي مستردا الى ايه بالزبط؟ وبعدين حاب يلاقي مخرج لرئيس الوزراء قالك ربما يكون هو عنده آلية جديدة طيب هل يجوز بقى ان رئيس الوزراء يبقى عنده آلية ما تعرفش عنها وزارة الكهرباء حاجة؟ يجوز 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 في عرف الناس اللي بتشغل كده بالبركة يعني ورجع بقى وزارة الكهرباء حللنا اللغز انه ليه رئيس الوزراء متفائل قالك احنا احنا بننتظر وصول كميات كبيرة من الوقود في نوفمبر المقبل ستساعد في حل الازم احنا مش هده من حاجة احنا جاي لنا شوية مساعدات لكن بعيد برضو عن الكهرباء المساعدات في حاجة الصدمة الاكبر هنا انه رئيس الوزراء في وادي ووزارة الكهرباء في وادي واحنا بنتكلم عن مشكلة واحدة اسمها الكهرباء احنا شغالين بالنظام طامنوا الناس وبقر يتعودوا شي احصل الخبر الخامس من الوطن وكان فيه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المحاسبات يعني شبه بيصرخ كده بيقول الوطن انا ارسلت للرئيس السيسي قايمة فيها سبع جهات رفضت الالتزام بالحد الاقصى للاجور بس واقفلي بقى ده رئيس الجهاز المركزي المحاسبات بقول تصريح رسمه وبيقول انه بعت للرئيس الجمهورية ابرز الجهات دي ايه قالك هيئة قضاء الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقد والاستقناف والنيابة العامة من يومين كان رئيس الوزراء مع وزير العدل مع وزير العدل انتقالها في الزيارة لرئيس المجلس الاعلى القدق وتقال وتنشر فيه الصحف وقتها انه فيه عشرين دقيقة اتخذ فيه مفاوضات لمحاولة حل ازمة الحد الاقصى للاجور اديني بقى عقلك انت المواطن الغلبان اللي قاعد في البيت ده واحنا عادين منزود عليه الاسعار وبنكلمه في الحد الاقصى والحد الادنى والكلام الكبير ده لما نقوله انه كريمة المجتمع وصفة المجتمع وكضوة المجتمع والناس اللي موجودين في الصف الاول اللي بيكلمونا او بنتكلم معاهم على ضرورة وضع الوضع في الاعتبار ظروف البلد الصعبة ونبقى قدوة للناس اللي موجودة في الشارع هم اول ناس بيتعبوا الدولة في رفض قرار الحد الاقصى للاجور اللي هو واحد من القرارات اللي احنا شفناها جريئة حتى لو عندنا عليها ملاحظات شوف بقى كمان رئيس الجهاز المركز المحاسبات قالك ان في جهات رفضت تقديم مستندات رواتب العاملين فيها وجهات اخرى قدمت بيانات بشكل مفصل ناس محترمة وجهات تانية مقدمت بيانات مش كافية وبالتالي او محتاج يعمل اجراءات لفحص مستند للبيانات دي يعني فيه جهات بتعطر لموضوع 3-4 شهور عشان الناس يقبضوا يكنزوا واتكلم بقى اكتر عن حاجة عشان تعرفوا فيه ناس يعني حب البلد في قلوب بعض الناس القبار اللي بطلعوا يكلموكوا عن الحب الوطنية عامل ازاي همتكلم على حتت فيها ناس قبار هو ما سماش الجهات دي لكن قالك ان فيه جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تضيق الحد الاقصى على غير الحقيقة وان فيه جهات تانية ما سمهاش برضو المستشار هشام جنينة مش عارف ليه هل هو خايف هل الورق ده لازم يكون في سرية ما عارفش لكن احنا دلوقتي بنقول شفافية فتقولولنا مين الناس اللي مش عاوزين يساعدوا بلد بازمتها الاقتصادية نعرف ونعلم مين الناس من الكبار اللي مش عاوزين يلتزموا بقرار الرئيس قالك ان الجهات دي أرسلت ما يفيد التزامة بتطبيق الحد الاقصى لكن لما الجهاز مركز المحاسبات فتش لقى ان بعض العاملين في الجهات دي منتدبين في اكتر من جهة بالدولة وبالتالي بيلوم فلوس اكتر من حد الاقصى اللي هو شغل التلت ورقات التلت ورقات دي مش من عندي ده من عند رئيس جهاز مركز المحاسبات اللي قال ده تحير على القانون وبعدين الرجل اللخص الازمة بقى بتاعته كلها وصدمته اللي رمه لنا في وشه وقال انه يا جماعة في جهات في الدولة دي رفض التتعاون بشكل كافي مع جهزة الرقابة المعنية وقام بقى طرح السؤال اللغز قالك هو زي رئيس الجمهورية يبقى اول واحد بعت لنا انه طبق الحد الاقصى لأجور على نفسه وعلى مؤسسته بينما في جهات في الدولة بتمتنع عن ذلك بتتحدوا الرئيس دي بقولولنا عن نفسكم بلاش الدولة وبلاش الوطن وبلاش بقى الوطنية والكلام الكبير ده بلاش الكلام بتاع مسائس الرافض الهجان اذا ما كانش بيأكل معاكم لكن اللي رافض لحد الاقصى لأجور يطلع كده يفتح سدر ويقول له تغلطان يا رئيس نفسينا نشوف الناس دي عشان نشوف شجعتهم مش يلعبوا من تحت لتحت ويتحيلوا على القانون وفي الاخر برضو يعني يبقوا عاوزين ياخدوا حتة من البطولة ما يعني نتمنى من الجهاز مركز محاسبات انه لا يكتفي بان يسمينا جهات او جهات لا احنا عاوزين نعرف من حقنا كشعب وكناس وكصحافة واعلام نعرف مين الناس اللي في الدولة اللي بتشغل في الدولة رفضت الاتزام بقانون طلعه رئيس الجمهورية وزي ما بنحاسب الناس اللي بتخالف قوانين التظاهر وحطهم في السجن 3 سنين ارجوكو كمان حاسبو الناس اللي بتخالف قانون وقرار الرئيس بالحد الاقصى الاجور هم كمان يدخلوا السجون في نفس السكة برضو الخبر الثالث صادم بشوية في منشور اتنشر فيه جامعة القاهرة تعلق كده في الكليات كون احنا اتكلمنا قبل كده عن جامعة القاهرة وازاي تبرعت بـ 20 مليون جنيه رغم انه رئيس الجامعة اعلى من شهور او من شهرين تقريبا انه الجامعة عندها عجز 500 مليون جنيه وانه اصلا قانون لاي يجوز لجامعة القاهرة كجهة اعتبارية بتاخد فلوس من الدولة انتبرع للدولة وانه اصلا جامعة القاهرة اللي اتبرعت 20 مليون جنيه دي اصلا 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 بتلم تبرعات ومش عارف تصرف على المعامل المستشفيات فشغل منظرة فعشان تكتمل المنظرة في جامعة القاهرة علقوا منشور الزامه فيه بص بقى المنشور ده بيولزم العاملين بانه هما يتبرعوا بخمسة في المية او اتين في المية او ستة في المية حسب كل بقى فئة لصالح صندوق طاحية مصر اذا كان رئيس الجمهورية نفسه قالك انه فيش حاجة بقى تبرعوا بالاكبار وقال الكلام ده في اللقاء اللي رجال عمالي مبارح انت بقى حضرتك عاوز تكسب بنت عند الرئاسة او عاوز تكسب بنت في الاعلام عاوز تعمل شو تكبر ناس انها تتبرعوا افرد يا اخي مش عاوزين تبرعوا افرد يا اخي يعني محتاجين الفلوس افرد يا اخي مرتباتهم قليلة افرد اي حاجة في الدنيا انت بتكبره بتحرجه بتعلق له منشور رسمي زي ما باين قدامكو صحيح صحيح هيقولك اصلا احنا ما اكبرناش حد احنا قلنا في اخر منشور اللي مش عاوز يتبرع يروح يسجل اسمه بيبلغ عن نفسه يعني يعني انت حضرتك عاوز يبلغا من دول يروح يبلغ عن نفسه يقول انه رفض التبرع لمصر اذا كان الناس الراجل بتاع الجهاز مركز المحاسبات مش راد يقولينا اسم الناس اللي امتنعت عن تطبيق الحد الاقصى لاجوره انت عاوز الناس تروح تبلغ عن نفسها ايه الشغل بتاع امن الدولة الازيم ده وايه فكرة الجباية دي سموا الناس تاخد قاراتها من نفسها النهاردة اللي بنسمعه عن صندوق طاحية مصر انه دخل فيه الية وبقى فيه لاجنة مشرفة عنه بتضم رئيس الشيخ الازهر وبعض الوزراء والبابا توادروس وعدد من رجال العمال حاجة تخلينا ناس تبشي الخير من الصندوق ده فبلاش برضو تحط فيه فلوس غصبا عن الناس عشان على الاقل يا اخ ربنا بارك في الفلوس اللي موجودة في الصندوق دي بلاش تكسبه بنقطة على حساب الناس الغلالة الخبر السابع برضو خبر بيصدم بس هو بعيد عن السياسة خبر رياضي جدا احنا بيقعد نقول نفسي نبقى عندنا لعيبة محترفين نفسي نبقى عندنا ناس بيحترفوا برا مصر عندنا عيال صغيرين موجودين في الأندية الأوروبية عشان الكورة المصرية تتطور ويبقى فيه نبقى ونخش كسر عالم ونبقى زي الجزائر كده نخش فيه 11 لعيب محترف او 32 لعيب محترف نختار ما بينهم واي مدرب ييجي يقولك والله احنا عندنا اعزمة وعنديش محترفين كتار زي ما بينه ايوه ماشي منه انا عائلة صغير وانا باسمع المشكلة دي منه احنا عائلة صغيرين بنسمع انه الأندية لابد ان تتساهل تتساهل في احتراف اللعيبة من غير ما تغلى الاسعار وترفع الاسعار لكن واضح انه لا حياة اللي منتونادي منتخب مصر مين وكرة في مصر مين الاهم المصلحة الشخصية اليوم السابع عشان تأكد لك على الموضوع ده نشرت خبر بيقول انه الاهلي بيقلب 22 مليون جنيه لانتقال عمر جمال الى الطلوز الفرنسي 22 مليون جنيه ده الاهلي نفسه مش هيدفع العمر 22 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه المسؤول المتاع الناد الاهلي عشان بص تعرف برضو التعنو توصل لحد فين انا اهلاوي لمناسبة انه قالوا ان احنا عاوزيني اتنين ونص مليون جنيه يعني تقريبا 22 مليون جنيه مصري عشان نوافق ننقل الراجل الى خلال فترة الانتقالات الصيفية الى طلوز الفرنسي واحترف بقى عندنا واحد واحترف فيه الدول الفرنسي في سن الصغير ده فيعمل حاجة كويسة واعكيا نلاقيه في ريال مادريد او برشلونة اللاعب اصلا كان جاله العرض عن طريق احد وكلاء اللاعبين مقابل كام مثلا 200 ألف يورو فالاهلي الدايق وقال لك نباز صفقة 500 ألف يورو والاهلي الدايق وقال لك لأ عمتين اكتر العقد كان جاي او العرض جاي بمليون ومتين ألف يورو بخلاف ان الاهلي يبقى ليه حق بنسبة 15% من اي تعاقد لما يجي تباق اللاعبين ازاي يرفض حاجة زي كده ليه اقفوا طريق الناس هو الحياة مش طريق جمال ولا ولا العيبة الصغيرة ده طريق بلد طريق كورة في بلد تانية نفس الناس نفسها تشوف بلدها دي في كاس عالم او مدخب عليه القيمة لك ان الحركات الصغيرة دي هي اللي بتمنع الناس من الوصول هي اللي بتمنعنا من الناس تشوف منتخب عليه القيمة ان في ناري طمعان في العيب فبدع اصلا هو ما دفع علوش بقولك 3 مليون جنيه ولا 4 مليون جنيه فبدع اللي موافق على المليون و 500 ألف يورو اللي هم تقريبا 15 مليون جنيه ولا حاجة زي كده مش هايهو زي كده فطبعا منها دي الفرنسي ما عندهمش الكلام ده موافقين طيب مع السلامة راحوا جابوا بقى لعيب كاميروني محترف يعني في بلد جيكا تعريبا بـ 500 ألف يورو او بـ 600 ألف يورو فبعد سنتين يبقى اللعيب الكاميروني ده نجم الكاميرون ونجي اللعب الكاميرون احنا فنخسر عشان فيه 12 لعيب محترف ونحن عندناش فعل واحد علشان الإخوة بيغلوا مش عارفين ده استثمار وحاجة رايحة وحاجة جاية تكلموش بعد كده بقى عن المنتخبات الوطنية وكورة ومصر قبل ببعد عن الكورة مهاردة الصحف كانت مجغولة الصحف العالمية التحدين والرياضية كانت مجغولة بالكلام على انه كاس العالم بتاع البرازين ده قضى على ما يسمى بفكرة النجم الأوحد وخلى الناس كلها تقدر فكرة العمل الجماعي وانه خلاص انتهت أسطورة ميسي اللي ممكن يجيب للأنديها بتاعته كل حاجة ونماري اللي ممكن يدمر الدنيا وهي كريستيانو ورونالدو اللي ممكن يدمر الدنيا من الرياضة للسياسة الصحف الأجنبية نشرت ده انه زي ما الرياضيين أدركوا خلاص بعد كسى عالم برازيل في البرازيل انه الأعمال الفردية أو النجم الأوحد أو البطل المنقذ أو الإله الواحد هو اللي عنده اللي يقدر يجيب إجوان ويقدر يعمل كل حاجة ويجيبه القوز انتهت على أهل السياسة ده اللي قالوته الصحف النهاردة انه هم كمان يدركوا أو يتحركوا انه هم ما يشتغلوش بشكل فرد ويعرفوا يعرفوا انه المؤسسات او التحرك في بناء مؤسسات هي اللي بتساعد على العمل الجماعي عشان تنقذ الأوطان الكلام ده احنا بنقوله للناس اللي في مصر لصناع القرار اللي في مصر للرئيس اللي في مصر لكل الرؤساء في كل مكان زي ما بتوع القرى اتعلموا ارجوكوا انتو كمان اتعلموا واقتنعوا وخليكوا على إيمان بأن تمريرة النجم الكبير اللي هو يا سواء بقى كان رئيس الجمهورية وغيره دي مجرد جزء من خطة إحراس جون ما فيش حاجة بتقوم على كده رجل واحده واللي حصل في برازيل والأرجنطين ممكن تشوفوا لعبة الجنرحية هو اسطوب حياة فنتراكوا الجماعة بتوع ألمانيا وجماعة بتوع كستاريكا فشوفنا المشهد الحلو فيه كاس العنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل بقية جولتنا الإخبارية في الصحافة المصرية والصحافة الأمريكية ونشوف تحديدنا الأمريكان قالين ايه عن اللي بيحصل لتغزة لإننا هنا هنتبسط من التزوير والكسب الأمريكي في اللي بيحصل أو اللي بتعمل قصرية في غزة نشوفكم بعد الفاصل ازمة كل موسم وكل سنة وكل ساعة وكل دقيقة السنة دي الخاصة البوعبوع الشبح اللي مش عارفين ده فين وإزاي وجه ومنين وراح فين وبنقعد نقول هي الجرائب تكتب عنه صحة ولا متكتبش عنه صحة دب إحنا عندنا تعريف ليه إحنا عندنا عارفين فلوس قد إيه وكنا متدقين من نفسنا جدا إن ما تقعد تسأل أي واحد من الصحفين ويبقى مش عنده المعلومات الكاملة على موضوع السنة دي الخاصة ده لكن النهاردة فيه خبر منشور في المصر اليوم الحقيقة يطمن كل مواطن مصري وكل شاب مصري وكل صحف مصري وكل واحد في الأرض دي إنه الحمد لله بخير مش معنى إنك إنت هتعرفش حاجة عن السنة دي الخاصة إنك إنت وحش أو عندك نقص في المعلومات ده الحكومة كمان معندهاش معلومات عن السنة دي الخاصة مسؤول بارز في وزارة المالية رفض ذكر اسمه طبعا لأن الكلام اللي هيقوله ده ما انفعش يتذكر مع اسمه قال للمصر اليوم إنه السنة دي والحسابات الخاصة دي الباب الخلفي للالتفاف على الموازنة العامة للدولة الكلام ده اللي قوله وعارفينه وخايفين منه رغم إن الإرادات بتاعة السنة دي الخاصة دي المفروض إن كلها بتخضع بالكامل للموازنة يعني في حاجة المفروض تحت بند الموازنة لكن بتطلع بر الموازنة حلو المفروض نحل الكلام ده إزاي؟ زيادة المسؤول قال لك إن وضع السنة دي معقد جدا يا جماعة وإحنا في الوزارة ركز ما عندناش حصر فعلي دقيق لها في مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية يعني إحنا ما نعرفش عنها غير اسمها بالبلد كده أو ربما وظيفتها أو المفترض أن تكون وظيفتها يعني هو ألحكتين إن إحنا ما نعرفش عددها في الجهات المختلفة وما نعرفش إزاي هي تحت الموازنة لكن ما بتروحش الموازنة ده اللي بتقوله وزارة المالية مش أنا مش إتنين بيقدردوش على القهوة وبعدين سيادة المسؤول كمل وقال إنه ما تعلمه وزارة المالية إنه عدد هذه الصناديق هو ما تم حصره وكان مفتوحا حتى تم نقل جزء من أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد التابع للوزارة بالبنك المركزي وقال كمان إنه حسابات وصناديق خاصة خارج سيطرة وزارة المالية إن في حسابات وصناديق خاصة خارج سيطرة وزارة المالية إن في حسابات وصناديق خاصة تابعة الدولة المفروض تبقى تابعة وزارة المالية المفروض تدخل في الموازنة خارج سيطرة وزارة المالية وقال إنه إحنا حتى مش عارفين نسمي هذه السندوق يا فرحتي يا فرحتي من السندوق الخاصة للدعم على الوقود إحنا بقالنا فترة بنتكلم على فكرة تخفيض الدعم على الوقود وناس كانت معا وناس ضد النهاردة بقى جريت الأهرام نشر الدراسة حديثة لصندوق النقد الدولي بيأكد فيها إنه برامج الدعم السلعي خاصة دعم الطاقة تنحاس ضد الفقراء يعني هو شايف إنه دعم الطاقة ضد الفقراء علشان كده المفروض يتم عارض هيكلته بشكل أفضل قال مثلا إنه نسبة استفادة شريحة الـ 40% الأكتر فقرا في مصر يعني الـ 40% الفقرة في مصر بيستفيدوا من دعم البنزين لـ 1 و 3% ده تقرير معمول علشان يطر على قلبك كده الفكرة بتاعة رفع الوقود وقال إنه المنتجات البترولية بصفة عامة لا تتجاوز النسبة اللي بيستخدمها الفقراء أو اللي بيستفيدها الفقراء من الدعم 8% يعني الفقراء بياخدوا من دعم المواد الطاقة 4% ومن البنزين 4% ومن المواد البترولية عموما 8% في حين إن النسبة التانية بتتراوح ما بين 40% و 26% للشريحة اللي 2% لهم الأكتر غنى تاني قال لك إنه دعم الطاقة اللي كان بيحصل في مصر أو اللي لسه برضو بيحصل في مصر ما بيستفيدش منه الفقراء ليه عام الحج؟ ليه بتوع صندوق النقد؟ الناس اللي برا؟ لأنه في مصر فيها 40% فقراء الـ 40% دول حجم الاستفادة من البنزين اللي هو حضرتك اللي قاعد في البيت يعني دعم البنزين حراك بتاخد منه 4% بس والمنتجات البترولية عموما بقى اللي هي الصولار والبقية الحاجات التانية والزيت والكلام ده كله حراك بتاخد منه 8% بس بينما الناس الأكثر غنى اللي هم بيمثلوا في مصر شريحة 2% بيستفيدوا من 40% ل 86% وده اللي كونا بنقوله مبارح ما عندناش مشاكل في إعادة هيكلة مسألة الدعم علشان نضمن إنه الدعم يحصل بقى على بانا إنه الفقر اللي هم 40% يستفيدوا 86% بينما الأغنية والأثرياء اللي هم 2% يستفيدوا 4% وده عضل ربان وده اللي اتعملت على أساس وفكرة الدعم أصلا اتكلم إنه دول الشرق الأوسط ومينة مصر بتخصص حوالي 237 مليار لبرامج دعم الطاقة وده تقريبا حسب ما قال الأهرام نص الدعم الكلي على مستوى العالم يعني بنتكلم فيه دعم بأرقام ضخمة جدا الدراسة قالت إنه دعم الغذاء أقل تكلفة من دعم الوقود يعني مصر اللي بنتكلم فيه عن الجوع بتصرف أكتر على دعم الطاقة أكتر ما بتصرف على دعم الغذاء فده مسألة تخليك ومنت بتتكلم فيه مسألة عدت الهيكلة الدعم يبقى مش عينك على أسعار اللي زالت أكتر ما يكون عينك على إزاي يروح في طريق الصح زي ما قلنا أمبارح صفوة عبدالغني كمان كان معاه أربعة من أعضاء الإخوان وعضو من الجماعة الإسلامية كلهم ناس يعني في تحالف ما يسمى بدعم الشرعية وكانوا فين بقى الجماعة دول؟ كانوا في وادي العلاقي بأسوان بيحاولوا يتسللوا للسودان مصدر عسكري قال اليوم السابع أن قوادات الجماعة كانوا في طريقهم للسودان بعد تخفيهم تنكرهم طبعا مش عادي كانوا متنكرين في قلم الرادي واختركوا المنطقة المحظورة في وادي العلاقي التابعة لقوات حرص الحدود وأكد أن أجلسة الأمن كانت بترسل تحركات العناصر المذكورة منذ بداية شهر رمضان من لحظة خروجهم من القاهرة واسطة قرارهم في محافظة أسوان لحين ترتيب إجراءات تهربهم الهروب بقى من هنا طب إحنا مسكنا الناس دي ده بمين اللي هيتحاسب على الناس اللي قابلي كده؟ مين هيتحاسب على الناس المستفزة اللي زي عبد الرحمن عز وغيره 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 اللي هربوا عن طريق السودان وفجأة اكتشفنا أنهما في قطر وبيطلعونا لسانهم من هناك؟ ليه بنتعام مع موضوع العادي جدا كأنه سهل أنه يعسل خاصة لما بنتكتشف ويتحرق دمنا أنه بعض الناس دي خرجت من منافس قانونية زي المواني وزي المطرات قابل مناسبة قاس كثيرة جدا بتهرب عن طريق كينيا والصحافة بتنشر الكلام ده الخبر الرابع فيه جريدة الأخبار كانت عاملة تحقيق جدا عن بيع رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات المصرية ومن وانا صغير برضو وأنا بوعى أن أنا بلاقي فيه الصعف القوية وصعف الخاصة تحقيقات ومغامرات صعفية عن الموضوع ده ووضح أنه مولوش حل الصحف اللي عمل الموضوع ده هو زميلنا حسام عبدالعليم ما اكتفش أن يقول لنا كلام نظري لكن خط بنفسه التجربة وراح أحد المكاتب اللي موجودة بين الصرايات أو اشتغل على ثلاث مكتبات فيه وحيد جامعة القاهرة بين الصرايات وراح يسأل على الأرقام أو التكلفة بتاعة رسالة الماجستير واستخدم الصيغة فكرة المغامرة أن أنا جالي سفر والمفروض أخلص الرسالة المفروض ده تفع كام قال له والله يا بي يعني عشان نخلصتك الرسالة دي أنت توفق لك على اسم البحث قال له أو توفق لي والقضية وكل حاجة تمام قال له علشان نخلصتك الموضوع ده محتاج 15 ألف جنيه و 15 ألف جنيه مجسير على 20 ألف جنيه دكتوراه يبقى عندنا قطور في الجامعة بيعلم ولادنا لا شيء وبعالين تسألني تقولي الجاهل المنتشر في بلد ليه المكاتب دي على فكرة أصغر عالف بين الصرايات عارفة لكن واضح أن المنظومة نفسها المنظومة نفسها بتاعتنا احنا بتاعت التعليم ما بقاش حد عارف يعني يعالجها إزاي من ضمن بقى الأخبار اللي النهاردة المستفزة جداً الخبر اللي منشور فيه صحيفة نيويورك تايمز صحيفة الأمريكية خبر كده كتباء مرسلة الجريدة في القدس إيزابيل كريشنر الخبر ده يا جماعة من ضمن الأخبار اللي تعلمك أنه لازم تتعامل مع الصحف الأجنبية بحضر ولازم الناس اللي بتوقيت تتكلمنا أو تتغنى أو تعزف على مهنية أو عندها عقدة الخواجة هي برضو توقف توص عشان تعرف أنه حتى في القضايا الخطرة أن القضايا الخطرة بيتعاملوا معها بمنطقة الاستهتار القصة اللي مكتوبة في نيويورك تايمز دي لو قريتها على أنها منشور صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية هترتاح جداً لكن تنفع تقراها أو تقول إن دي قصة صحفية احترافية حيادية ونازيها أدراك بالنروش والله ده نموذج فج للتغطيات الأجنبية والغربية المنحازة ضد غزة وضد فلسطين ونموذج فج للانحياز والكذب اللي موجود في الصحافة الأجنبية اللي لو كان مكتوب تقرير زيه هنا كان زمان الناس عالبت الدنيا لكن إحنا عندنا عقورة الخواجة القصة دي مكتوبة بتبدأ بسرد وقاعة اختراق طائرة بدون طيار أطلقتها حماس لحدود إسرائيل يعني القصة بدأت إنها عاملة تقرير على إنه في طيارة بدون طيار أطلقتها حماس ودخلت حدود إسرائيل في مدينة أجدود الإسرائيلية وبعد كده بتنتقل طبعا إنه طالما في طيارة من غير طيار هيبقى فيه عمليات ضرب الحماس وإن حماس هي اللي بتشن حرب على إسرائيل ده اللي بتقوله نورك تايمز الحاجات اللي أنت بتجولنا منها الأخبار وتعاملوا معها إنها أشياء مصدقة والتقرير كان بتاع النورك تايمز بيقول إنه إسرائيل اكتفت بضبط النفس وبعدين نشرت ده اللي قلت لك إنه بالمناسبة فيه الضحايا ووصلوا إلى 170 قتيل وقرابة ألف جريح ونقلوا تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي ومشيه علوم قال فيه إنه إسقاط طائرة بدون طيار من طائرات حماس يعني إن حماس بتحاول إزارة بكل الطرق وبقية بقى التقرير شغال إي بقى إنه الجيش الإسرائيلي بيستعد علشان يصدق إدوان حماس ويدافع عن نفسه ويدافع عن الجماهير الطيبة ويدافع عن المواطنين البسطاء ويدفع إزاء أو منع إزاء إسرائيلي المسلمة هو ده اللي المجتمع الدولي بيقراه عن غزة عشان لما حد يقول لك هما الناس بره مش تاخدين بالهم اللي بيحصل في غزة تعرف إن الصحافة الأجنبية اللي حضرتك بتضرب لي بها المثل على إنها مهنية ولما تكتب حاجة عن مصر بتعامل معاها لإنها صادقة لآخر مدى هي اللي بتشكل الرأي العام المزيف ضد اللي بيحصل في غزة زيها قول عليها عشان بس أصدقك قول عليها زي ما بتقول عن الناس اللي بتنشر أخبار كذبة في مصر ده الصحافة الأمريكية اللي انت بتنقل منها وبتطلبني أو بتطلب مني إن أنا أتعامل معاها لأنها قرآن منزل شايفة إنه إسرائيل مسلمة وبتدفع عن نفسها وإنه غزة والناس بدوح حماس هم المعتدين وهم الوحشين وهم الأشرار ده اللي بيكتب في نورك تامز وده اللي بيكتب فيه الصحافة الأمريكية ولو طبيعينا أكتر التقرير من النوع ده صدقوني الدم هيغلي لأن فيه فجاجة في الكذب وفجاجة في الطرح من صحافة متباعة وهتكلمش على الإنسانية عشان كده لما يجي لبقى حاجات تتكلم على الإنسانية والكلام ده لا أسطب حطها تحت الميكليسكوب الأول أتعامل معها بحذر الأول إن الإنسانية مش بالمزاج وقت بحب أتكلم على مزاجي أتكلم على الإنسانية وقت مكره الكلام على الإنسانية ما أتكلمش عنها عشان خاطر دي مصلحة تعاملوا مع الصحافة الأجنبية بحذر تعاملوا حتى مع الصحافة المصرية بحذر ما حدش حد ضامن نفسه هم حاجة العقل دي كانت جولتنا في الصحافة المصرية والأجنبية للنهاردة الاثنين إن شاء الله بكرا نشوفكم على خير في جولة صحفية جديدة أصباح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة